السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم أخوتي معنا في هذا الفيديو. وهذا الفيديو عنا نتكلم على أفضل تشكيلة متكونة فقط من لاعبين البطولة الوطنية ممكن تكون في المنزخب الوطني المغربي تولى كانوا شي غيابات أول شي طارق اللاعبين الآخرين هذا فقط لاعبين مش تعرف أن التسكوين المغربي عنده تسكوين كبير تشكيلة متكون لعبين منتازين هم خريجين البطولة الوطنية عم بدوا بالحارس ياسين بونو حارس سابق اللويداد البيضاوي تشكيل معارضا في الإسباني ولكن تشكيلين مغربي للي شرفنا كثير في مونديل القطري أو روسيا ومسل接 الإفريقيا تشكيل ن 지금까지 نتكوين المغربي للي الجامعة يتحدث مع الوطنية لعب البلد الواليد الإسباني حاليا ومس Chandler في الو خريج مدرسة مدرسة الكامق أولين ب decades اجزاً كلاعب الرجاء البيضاوي للعب منتجный شرفناه في القطري صراحةً لاعب اللي كي لاعب الان في بلد ودي اسباني ولكن خريج البطولة الوطنية امشيوا الله الب 음ضاء الآخر اللي هو faedr وكdasرب الرجاء البيضاوي والكبر كذا اللعب واحد اللي في النهضة بركان و PCR ثورة والراجاء الحالزةOG شرفنا في function 10 قاطر اذا بضربانه بدوره يخرج البطولة الوطنية هناك اللاعب العلود الان يلاعب في الويداد البيضاوي ممكن يلعب كظاهر ايمن لاعب منتاز جدا ولكن يضعر في الحاكمة او شي حاجة ممكن العلود لاعب الحالي للويداد البيضاوي لاعب منتاز جدا يلاعب مزيان وخما يتناجع حاليا في الملتخب الوطني المغربي ولكن ممكن يتناديع عليه في شي وقت اخر هناك الان يحيا عطية الله لاعب الويداد البيضاوي حاليا شوفنا كيف اجفان في كأس العالم بالبوحد المستوي الكبير صراحة وشرف اللاعبين دي البطولة الوطنية يحيا عطية الله لاعب كبير جدا لاعب جميل جدا صراحة يحيا عطية الله أدل عليه في القاطر هناك يحيا جبرا عن كارسيكز لعب الويداد البيضاوي حاليا كذلك كان معنا في المنظر وأدى أحد كأس عالم لا بأس بها منتازة جدا صراحة لاعب لي صراحة أدى كأس العالم لا بأس بها لا بأس بها قول متوسطا أنه لا تخلش بزاف ديال المقابلات وهناك اللاعب الآخر أيمن الحسوني لاعب الحالي للويداد البيضاوي كذلك لاعب لتنادى للمنتخبها يقدم الأداء لأنه وسط منتاز جدا الحسوني كانت ممكن كان في اللائحة الأولية ممكن قبل اللائحة المنظر ممكن لا متأكد من هذه المعلومة ما كان ولكن يبقى الحسوني من لاعب المهمين في الويداد البيضاوي حاليا هناك هذا الناحي الذي قام بكأس العالم منتازة جدا اللاعف الرجاء البيضاوي شبان إذن عنده اللمسة المغربية تكون مغربي صراحة للراجاء البيضاوي لأن لاعب الناحي قام بكأس العالم منتازة جدا كانت تتخاطف على الفرق الأوروبية وخوصنا الحضر في يناير وباقي ما مشان حتى الفرق ولكن يقدر يمشي لله ونوجده الآن عبد الرزاق حمد الله لاعب حاليا انتحت جدا الساودي ولكن لاعب السابق وخريج مدرسة أولمبيك أس في صراحة لاعب لاعب فرق كبيرة في العالم ولكن لاعب الدوري القطري والدوري السعودي والصين والنرويجي أدو حد كأس العالم لا أرى في حال ما كنا نتظره ولكن مهم يبقى لاعب خرج البطولة هناك سوفيان الرحم اللي يكون في العين وكنت تمنى له أن يكون في أوروبا ولكن للأسف كلاعب العين لا تنادت عليه في المنديل ولكن يبقى من لاعب الخيارات ممكن أن يكون في اللواء إحلاد مارس ود يونيو ود شوتنبر ولا في اللاكوب تعلق فرق الليماجا في الكولديفور يبقى الراحم من أهم اللاعبين كذلك وهناك كذلك يوصف النصير اللي عنده هدفين في المنديل اللي فات لاعب منتاز جدا خريج كانت المدرسة المغرب الفاسي لاعب اللي منتاز جدا قام كأس العالم واعر بزاف لاعب يشارك معنا في جوج مونديلات لاعب أساسي في الملتخب يدخل في منظومة دولي درقراغي لاعب صراحة معنا من قولوا له أي حاجة قد مل الكرة المغربية والملتخب حالي